السؤال التالي يقول لماذا الظالم رغم ظلمه وأذاه والدعاء عليه تجد كل أموره ميسرة من زواج وعمل وصحة السؤال ده عجيب شوي لأن هو الأخ فهما خطأ أولا ليس كل ظالم رغم ظلمه وأذاه تجده أموره ميسرة من زواج وعمل وصحة ليس كله في ظلمة من حسين وتعساء يظلم وأموره غير ميسرة يظلم وأموره يعني ليست على ما يحب ويرضى يعني ما تعيس في ظلمه وتعيس في حياته أصلا وفي بعض الظلمة الأمور عنده ميسرة غني سري صحيح ما يتعبش يعني مبسوط زي بيقوله كده لكن هل تظن أن هذا دليلا أن هذا دليل على رضى الله عز وجل عنه لا الله عز وجل يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت هو ظلم ويقوم القيامة سيأخذ منه الحق ممن ظلمهم المظلومون يأخذون من الحق اللي تشتم واللي سرق منه واللي ضرب واللي قتل واللي قذف واللي صب كل اللي يأخذوا منهم والذي حصل له في الدنيا حتى يعني لا يكن له في الآخرة من نصيب إن أراد الله عز وجل عذابه وهلاكه يوم القيامة فالأمر على غير ما تفهم أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرر الظلم وأن يجنبنا وإياكم الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلي وصحبه اشتركوا في القناة